فاحنا لازم نعرف بقى ازاي نتعامل مع لسنة وهو ان احنا نمسك لسنة عن الكلام في اي شيء فلزايك يا سادة احنا لازم نفهم ان لسنة ده مش موجود الا عشان نطيع الله سبحانه تعالى به فنحفظ لسنة يعني نمنعه من الكلام ومن الغيبة وندفع عنه الاثار بتاع الكلام السيء فنتوب بسرعة الى الله وكمان نرفع الاثار في دي فنقول لحد لو ان احنا كان اي كلمة من كلامنا قدت الى شيء سيء تعالوا نرفع ولذلك انت لازم تحفظ لسنك من تمن مصائب من الكذب وخلف الوعد وإفشاء الاسرار والغيبة والجدال والنقاش اللي ملوشه من وراءه طائل والمبالغة في متح النفس يا سلام بقى والمبالغة في متح النفس وحاجة اسمها اي بقى تغذية الايجو لغاية ما يرى الانسان الهه هواء واللعن والدعاء على الناس والشتم والسخرية والاستهزاء بالناس ولذلك ايه اللي حاصل في حاجة اسمها اللسان اللي بيسوش يا سيدات اللسان اللي قاعد طول الوقت يعمل ايه يخلي الناس في الحقيقة توصل لحد ان هم يفقدوا زواتهم يعمل نخر في زوات الناس وعشان كده كانوا بيعلمونا زمان يقولوا لنا ايه واحد تستخدم لسانك لو عايز تضحك اضحك على نفسك ما تضحكش على الناس كم من الناس والعادة السيئة اللي في بعض الاحيان بتكون عندنا ان الناس تسخر على بعض فتخلي الواحد حاسس ان هو مهدم كأنه حطة وتهدد كده فمش قادر يوري يورشه للناس او يسيب المجلس ويمشي عشان واحد سخر منه طب نعمل ايه عشان نخلص من كل الافات دي ونقدر نحافظ على لسانك خلي دايما سب حتك معاك الاوقات اللي بيكتر فيها حصول المعاصي ده ان يبقى فيها كذب يبقى فيها لغو يبقى فيها كلام مش مناسب سحب حتك وسبح وذكر الله سبحانه وتعالى وبدل ما تكتب في الوقت ده كلمة في ميزان سيئاتك تكتب الكلمة دي في ميزان حسناتك ويا سلام لو كان الوقت ده انت اضطرت ان انت تبقى في مكان والناس بتكتب فيه ومش قادر تمشي تعمل ايه تبقى انت ايه في افضل الزكر اللي هو ايه سبحة المجلس اللي هو ايه تذكر الله سبحانه وتعالى والناس في ما يخوضون فيه اه ده حاجة عالية قوي ده سواب عظيم حاجة تانية زود في القراءة كل ما تزيد قراءتك بيتحلك ان انت تفكر فيقل لغو لسانك اقرى كتير اوالله دي مجربة كل ما تقرى كتير كل ما يبقى عندك احتياج ان انت تسكت عشان تفكر عدم القراية والناس على فكرة بقى اللغو عندهم كتير لانهم بطلوا قراية وزقف معرفتهم انخفض فما بقاش عندهم شيء يفكروا فيه وعشان كده بيرغوا وعشان كده كثير من الكلام يدخل في عالم الله ويدخل فيه ما لا يعنيك تالت حاجة ادعي ربنا خمس مرات في كل يوم اقول لي مولاي اللهم انت مالك كياني فامددني بنور يجري على لساني تطهر به قلبي وباطني وجناني تاني نقول الدعاء ده تاني اللهم انت مالك كياني فامددني بنور يجري على لساني تطهر به قلبي وباطني وجناني يا رب اجعلنا على الدوام ممن يتلززون بنعمة حفظ اللسان اعننا يا رب والله يا رب محتاجين عونك لاننا اذا حفظنا لسنتنا عاد الينا نور ايماني في قلوبنا يا رب اعننا على حفظ لسنتنا عشان نرجع مرة تانية نرى نورك في كل ما حولنا يا رب نورك يا رب بركتك يا رب مددك يا رب عننا على انفسنا واجعل حاجزا بيننا وبين انفسنا من نورك لكي نرى ان لساننا ما كان الا لترى وتسمع منا ما تحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة